بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلبات وطلبات الصف الثالث صناعات كهربية تخصص تركيبات ومعدات كهربية أهلا وسهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة في بينامجنا في بيتنا مدعسة النهاردة إن شاء الله بنعمل سلسلة مراجعات نهائية زي ما احنا متعودين مع بعضنا من قبل الامتحانات ما تبدأ بهيس تكون هي دي المرجع لينا زي ما قلنا كده المادة كلها بتتكلم عن التحكم المنطق المبرمج في حوالي كده ساعة لربما نكون خلصنا المادة من أولها لأخيرها في إطار كده شرح معين لنقاط معينة عايزين بقى نركز مع بعضك كلنا كويس ونخش الامتحان كده ريلاكس وهدين إن شاء الله بإذن الله كل اللي هنقوله هيبقى في الامتحان يعني مش هيبقى حاجة منبرة بس أهم حاجة عندنا نسبة تركيز تبقى عالية شوية ونبقى هدين شوية وتبقى الدنيا إن شاء الله زي الفل مع مادة التحكم المنطقي المبرمج المادة دي إذا ما تكلمنا عنها قبل كده إنها بتتكون من أربع وحدات أو أربع أواب الباب الأولاني كله كان بيعمل مراجعة سابقة على ما سبق دراسته في الصف الثاني بعد كده دخلنا بقى على جزئات مهمة جدا اللي هي التحكم المنطق المبرمج في صميم شغلنا وإن المادة دي هتتعتبر من أهم المواد اللي عندنا لأن المادة ده هي متوفرة جدا في المصانع وفي المسوق العامل بمعنى إن أي شركة حديثة أو أي مصنع أو أي شركة بيبقى فيها جزء كبير جدا جدا من التحكم المنطق المبرمج في تشغيل الماكينات أو تشغيل خط الإنتاج بالكامل بالكلا بالعكس كمان ممكن أتحكم في خط الإنتاج ممكن أتحكم في إضاءة ملعب بالكامل أو مصنع أو شركة من ألف للياء بتاعت التحكم بتاعتها طيب المادة دي زي ما قلنا قبل كده وهنقول كتير إن أول جزء مهم جدا بيكون أو بيكلم عن حاجة اسمها البوابات المنطقية فاكرين البوابات المنطقية البوابات المنطقية كانت عندنا 3 أنواع وكلمنا عنها باستفادة في سنة تانية النهاردة بقى هنعمل مراجعة كده سريعة تعالوا نبدأ كده مع بعضنا بأول أجزاء المنهج اللي بتقول لي إيه هي البوابات المنطقية اللي هنشتغل عليه البوابات المنطقية اللي عندنا السنة دي في مادة التحكم المنطق المبرمج بتتكون من تلعب بوابات البوابة الأولانية أو البوابة عندنا بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي بوابة لكلها داخلين أو أكتر وخارج واحد بس وبتعطي خارج إذا كانت جميع متخلاتها في حالة توصيل برافو عليك أول ما شتغلنا في سنة تانية السنة اللي فاتت قولنا بوابة البوابة دي بيقال لها دخلين أو أكتر وخارج بس واحد والبوابة دي تعطي خارجا إذا كانت جميع متخلاتها في حالة توصيل يعني إيه كلام ده يا مستر يعني البوابة مش هوتطلّع خط انتاك تشغله أو تشغل إضاءة إلا إذا كانت المتخلات كلها بواحد فبالتالي البوابة دي تسمى بوابة أند ودي شكل البوابة عشان لو جاء لك في الامتحان رسمي البوابة دي برسمة هو تخطين دخل وخط واحد بس خارج وشرط الأساسي يا أولاد أن بوابة أند دهيت لازم إيه دهيت اللي هو الخط الأولاني إيه يكون بواحد وبالتالي بيت يكون بواحد عشان الخطين ده لو دي عليها أشارة ودي عليها أشارة تطلع خارجي وتنور لك خط الإنتاج أو تنور لك المكان اللي أنت عايز تشغله أو خط الإنتاج اللي انت عايز تشتغل عليه طيب نشوف بوابة تانية بيقول لي إيه هي البوابة اللي لها داخلين أو أكتر طبعا دي كان يا مصر من شوية كان بوابة لها داخلين أو أكتر خلوا ب 이런كوا بقى في المساميات البوابة الأولينية اللي احنا سميناها بوابة أند بوابة لها داخلين أو أكتر وقور بردو لها داخلين أو أكتر الفرق بينهم إيه إن هناك عشان تشتغل يعني يا مصر الكلام ده بوابة قور بوابة لها داخلين او اكتر ويكون لها خارج واحد بس وتعطي خارجا اذا كان احد الاطراف يعني اي طرف من الاطراف دول سواء امبوت 1 او امبوت 2 عليه دخل يعني ايه عليه دخل يا مستر يعني اشارته بواحد يعني شغال واللونة اديت هنا واحد وحطت هنا صفر يعني ما فيش اشارة الخارج بتاعي يشتغل ولو كان فيه لمبة تشتغل واشهر انواع البوابات القور بنشوفها في توصيل اللمبات على التوازي طب تعالوا كده نشوف بوابة ثالثة بيقول لي هي بوابة لها دخل واحد وخرج واحد خلوا بالكوا بقى كل البوابات لها دخلين او ثلاثة او اربعة وخرج واحد البوابة الوحيدة اللي بندرسها السنة دي لها دخل واحد وخرج واحد وتعطي خارجا معاكسا للدخل يعني يا مستر الكلام ده الاول هي بوابة النافي اللي احنا بنونا عليها بوابة النط يعني بوابة نط بقى لو انا حطيت نهوت ايه نهوت مثلا وليكن ايه ده هي بزيرو يعني بصفر الخارج يبقى بواحد يعني يا مستر الكلام ده يعني لو انا هنا حطيت اشارة الاشارة دي تتعكس فما تطلعش خارج يعني ما تطلعش خارج يعني لو هستخدمها في الإضاءة او في القناة او في تشغيل مكينات مش هتشغل المكينة لازم الدخل ده يكون معاكس للخرج يعني لو دي بصفر يبقى الدخل ايه يبقى الخارج بواحد والعكس لو دي بواحد يبقى الخارج بتاحها بصفر عشان كده سميناها بوابة النفل أو بوابة العاكس أو البوابة اللي بتحكس داخلها أو البوابة اللي يبقى عليها داخل معاكس للداخل بتاحها طيب تعالوا بقى نشوف التلاب بوابات دول كده بالشكل اللي قدامنا ده دي البوابة الأولانية هي تلي احنا قلنا عليها بوابة أنت الشكل بتاحها هو وتمثيلها القهرابي عشان لو قالك في الامتحان مثلها لكهرابيا ما يتعبش نفسك كل اللي انت هتعمله هتعمل خط أو تعمل مفتاح توالي مع مفتاح تاني يعني المفتاح ده ايه مع المفتاح ده هو بيه ودي اللمبة ايه امتى اللمبة دي تشتغل كهرابيا برافو عليكو يا ولاد لو انا دغطت على المفتاح الاولاني ودغطت على المفتاح التاني اللمبة هتشتغل لكن لو انا دغطت على واحد وست التاني مفتوح الدايرة كده فيها قصر يعني اللمبة مش هتشتغل يبقى الشرط الاساسي عشان بوابة أنت تشتغل لازم يكونوا الداخلين بايه برافو عليكم الدخلين بواحد يعني الدخل الأولاني بواحد يعني ايه شغالة وبي شغالة وكلمة شغالة في الكهرباء عندنا في التحكم من منطق المبرمج يعني تبقى بواحد طيب البوابة التانية بقى سميناها بوابة أور أور ديات باللغة لما نيجي انترجمها يعني أو يعني المفتاحين دول مع بعض هم على التوازن يعني لو قفلت المفتاح الأولاني وسبت التاني مفتوح اللامبها هتشتغل والعكس لو أنا قفلت الثاني وسبت الأولاني مفتوح برضو اللمبة هتشتغل طب ليه؟ لأن المصار بتاع اللمبة هنا ماشي توازي فبالتالي أي المفتاحين دول هيبقى عليه دخل يعني شرطه بواحد يعني شغال فبالتالي اللمبة هتنور وهتشتغل أما البوابة الثالثة بقى سمناها بوابة نفي ليه؟ عشان المفتاح بتاحها ده لو أنا شغلت تفصل الثاني زي التيرباسكت ولو أنا قفتحت تقفل الثاني بوابة عكسية الشرطي عشان أشغالها لو أنا دخلت على دهوت يعني لو خليت المفتاح دهوت مفتوح اللمبة هنا هتئيد آه هتئيد ليه؟ عشان المفتاح المفتوح هنا قفل القيل ده أو الملف ده طب لو أنا عملت العكس بقى اللمبة تفتح يعني اللمبة ما هتشتغل أو مش هتشتغل أو مش هيبقى فيه خارج عليها لأن اللمبة دي أو إحنا اتفقنا مع بعضنا أن البوابة دي بوابة عكسية مش هتشتغل اللي في حالة واحدة بسي أن الدخل بتاعها بيكون معاكس للخارج بتاعها يبقى أنا كده لميت التلاب بوابات وخلوا بالكو بيجي هنا سؤال مهم جدا يقول لك قارن بين بوابة أند وقور ونط تعالوا بقى نشوف الجزء بقى التاني المهمة عندنا حاجة اسمها دوائر منطقية اللي احنا خدناها الأند والقور والنط دي هتممكن يقول لي إرسم الدائرة المنطقية لكل من التعبيرات المنطقية القاتية يديني معادلة زي دي كده يقول لي إيه F1 بتساوي X Y Z داش يا مستر إيه الكلام ده ترجمونا كده عشان إحنا برضو إيه في اللغة مش قد كده طب تعالوا بينا يا ولك كده نبص الأول إيه الـ X والY والZ ده فاكرين لما قلنا بوابة أند ديت هي بوابة ضرب يعني إيه بوابة ضرب يا مستر يعني الـ X مضروبة في الـ Y مضروبة في Z داش يعني مفيش هنا كلمة موجة في النص يعني التلات دخول ديت اللي هي الـ X والY والZ دول مضروبين في بعض أول ما شوف العلاقة دي إن البوابات هنا مضروبة ببعضها بصول هرسم بوابة أند هي بس ما جينا عرفنا أند وقلنا إيه هي بوابة منطقية لها دخلين أو أكتر هنا كم دخل بقى برافوا عليكم تلات دخول دخل اسمه X دخل اسمه Y الدخل التلات اسمه Z طب يا مستر اللي عملت لنا بوابة نوت اللي هي الأخيرة اللي خدتها من شوية الشكل على الخط Z ده مش قال لي هنا Z هنا حطيلي علاها شرطة من فوق كده بينوها على Z داش أو الخط ده منفي يعني إيه منفي يعني البوابة هنا أو الخط ده منفي بقى روح جاي حطي بوابة نفي عبارة عن مسلس ودائرة صغيرة كده يبقى الزد اللي داخل هنا لو هنا صفر يطلع بواحد ولو واحد يطلع بصف وروح جاي طالع بخارج واحد بس من البوابة وسميه X مضروبة في Y مضروبة في Z داش ودي أبسط أنواع البوابات وده سؤال لازم يجينا في الامتحان إن شاء الله يقول لي يرسم البوابة المنطقية أو الدائرة المنطقية للتعبير اللي انت شايفه قدامك ده طب تعالوا نشوف تعبير تاني بيقول لي F2 بتساوي X زائد Z و Y داش يا مستر هنا بقى كوكتيل يعني إيه كوكتيل يا مستر يعني Z في Y دي بوابة إيه برافو عليك وسامع بنت شاطر أوات شاطر بيقول لي يا مستر لو قلت إن حاجة مضروبة تبقى أند طب المجموعة يبقى أور أي جامعة هتشوف الدائرة يبقى بوابة إيه على طول كده بوابة أور طب تعالوا كده نمثلها مع بعضين الراجل اللي رسمها لنا إزاي جاب Z و Y ده هيت حطوهم بوابة أند زي ما انت خدتها من شوي أدي خط الزد ده هو وبرافو عليك جي عند ال Y حط بوابة نف ولي يا مستر عشان ال Y عليها شرطة برافو عليك طيب المجموعة بقى حطوا ليه هنا شايفين الدائرة الخضرة دي دي بوابة أور طب ليه حطتها هنا عشان اللي هي الجمع من الزد و Y يطلع مجموعة لبوابة اسمها X و X دي فردة واحدة بس فعمل ليه الراجل خد الخارج بتاع بوابة أور اللي هي بوابة اند اللي هي Z و Y وحطها مع بوابة أور وطلع الخط التاني وسمها X وطلع المعادلة كلها على بعضها الخارج بتاعي اللي هي X زائد Z و Y يعني يا مستر البوابة الأولانية دي بوابة ضرب فحطت أند و X ده هي بوابة عادية خالص بس مجموعة على الزد و Y فحط في النص بوابة أور فبالتالي دمج بوابة أور مع بوابة أنت وطلع بفردة اسمها X وسمى المعادلة كلها F بتساوي X زائد Z Y داش تعالوا نشوف معادلة تالتة بقى أصعب سن بيقول لي F تلاتة بتساوي X Y داش زائد X داش Y يعني يا مصطر الكلام ده بقى هنا الراجل عمال لي كوكتيل بوابات يا أولاد البوابة الأولانية ده هيت لو أنتم ملاحظونا أنت والبوابة التانية ده هيت برضو أنت بس حط في النص موجب يعني بوابة أور يعني عايز يقول لك اعمل لي بوابة أنت واجمحها على بوابة كمان أنت تعالوا بقى نشوف رسامها إزاي أهو الكلام هوت قدام البوابة الأولانية X Y قدل X هيت وضي الواي وحط على الواي بوابة نفي برافو عليكم عشان عليها شرطة وجعت عند التانية برضو X Y هي شايفين الـ X هي والـ Y قدل بوابة رقم اتنين هي يبقى البوابة الأولانية الصفرة اللي انتم شايفينها دي بوابة أنت والبوابة اللي تحتها على طول بوابة أنت لاتنين دول الحاصل اللي بينهم إنه هم هي الجمعة هي أمر هنا والاتنين دول هيجمعوا مع بعض فبالتالي خد من هنا فردة هيت ونزل على أور والفردة التانية هJordanزل على أور وراح جاي عامل بوابة أور هيت يعني اللي هيطلع من البوابة X Y هيجمع اللي تلع من البوابة X-Y والاتنين دول هيتحطوا في بوابة ثالثة اللي هي بوابة الجمعة ودي أبسط أنواع الأمثلة ولازم يجلنا من هنا مسألة من تلات مسألة دول يا أولاد يا يا everybody يا إما يديني دائرة يا إما يديني دائرة أور يا إما يديني دائرة بقى أنا بسمعها كوكتيل بين الأند والإيه والأور طيب تعالوا نشوف سؤال تاني أو نمط تاني من الأسئلة اللي عندنا بيقول لي أذكر تمثيل دوائر التحكم دوائر التحكم اللي إحنا بندرسها السنة دي بتستخدم فيها عدة طرق دي اللغة اللي ببرمج بها الجهاز أول عندنا مخطط عندنا اسمه المخطط السلامي مخطط البوابات المنطقية قائمة الإجراءات يا مستر يعنيه الكلام ده الجهاز البيئلسي اللي إحنا نتعامل معاه السنة دي يا أولاد جهاز عقيم يعنيه عقيم يا مستر يعني الجهاز ما بيسمعنيش ولا بيشوفني الجهاز ده بياخد مجموعة أوامي ففيه أجهزة بتشتغل على المخطط السلامي فيه أجهزة بتشتغل على مخطط اسمه البوابات المنطقية اللي لسه ياخدينه من شوية فيه أجهزة بتشتغل على قائمة الإجراءات طب تعالوا بقى نشوف الكلام ده بترجم إزاي على جهاز البيئلسي اللي بنشوفه في الإنتاج والمصانع بتاعتنا بيقول لي مثل دوائر مصار الطيار الآتية باستخدام المخطط السلامي اللي إيه دي جاء من كلمة ليدر يعني سلم باللغة الإنجليزية كلمة المخطط السلامي يعني إيه تعالوا بقى الأول الدايرة بالجنة في الامتحان شكلها إيه ده شكل الدايرة اللي هتجيلك في ورقة الأسئلة دايرة عادية خالص كهربية خطين كهرباء ده إيه اللي وإن اللي هم خطين الكهرباء الحشو اللي إنت شايفه ده عبارة عن مجموعة مفاتيح يعني S1 مفتاح مفتوح S2 مفتاح مغلق S3 مفتاح مفتوح S4 أو S5 مفتاحين هم مفتوحين بيقول لي إيه بقى الرجل وهنا الحمل بتاعي أو اللمبة أو الخارج وممكن يحطيلي لمبة زي اللمبة ديت وممكن يحطيلي كوندكتور مربع وفيه كلمة كه أو يقول لي أي رمز خارج عادي خالص أنا عشان أمثل دي أعمل إيه كل اللي إنت هتعمله الورقة بدل ما هجالك بالطول باللي إنت شايفه ده وإن الصغيرة اللي تحتاجها كلمة بيء اللي هي دي والمفاتيح اللي عندك شناها بدل ما يرياش كهربية عادية بحط الرموز دي ده رمز المفتاح على جهاز البيئي اللي سي بيبقى عامل زي 11 او رمز المكسف اللي انت شايف ادي المفتاح الاولاني هو مفتوح المفتاح اللي جانبه اللي هو S2 مغلق شايفين عملته ازاي عملته كده مفتاح برشتين عادي خالص وحطت رمز الان كده او عملت شرطة في النص كده عشان اعرفوا ان المفتاح رقم 2 دهوت مغلق تمام كده اولاد المفتاح الثالث اللي انت شايفه ده مفتوح المفتاح الرابع والخامس زي ما انتوا شايفهم تحت همت والاتنين دول مع بعض بالتوازي عشان الخط ده هو والخط ده هو مع بعض بالتوازي ورمز اللامبا كوسين واللي انت شايفه ده هو كلمة لاحمر اللي انت واخبالك منها دية اسمها Q وQ هنا رمز الخارج لكن كلمة I اختصار لكلمة input اللي هو الدخل يبقى انا حولت الدايرة ده هي من دايرة كهربية لمخطط سلامي عشان الجهاز اللي قدامي يقدر يستجيب له ويقرأه طب تعالوا نشوف مثال تاني عمل لي هنا رسمة بيقول لي ايه بقى بيقول لي مفتاح S1 وS2 مع بعض توازي وS3 توالي مغلق وS4 مغلق بالتوالي وده الكون دكتورو التلاك عليه كل اللي هتعمله برافو عليه سمعك وانت بتقول لي هنشألي بالورقة يعني هنشألي بالورقة يا مستر يعني بدل ما الورقة بالطول هنخليها بالعرض اهو ادي الخطين اهو ادي الخط الاولان اهو وده الخط التاني اللي هم فوقه تحت ومجموعة المفاتيح اللي عندك S1 اهيه اللي احنا رسمناه هنا بلاحمر هو وS2 تحتها هي مستر لان الاتنين دل مع بعض توازي هطلع من التوازي يا لائمين برافو عليك وS3 اهو مغلق فعملته مغلق بعد كده S4 عملت S4 بعد كده عملت الكوندكتور وكوندكتور واختصاره على الرسم بتاعي عبارة عن قوسين كده وده الخط الاخير اللي هو خط الارض بتاعنا يبقى انا كده حولت الدايرة من مخطط كهرابي لمخطط سلامي بابسط الامكانيات وبطريقة سهلة جدا من غير ما انصعبة على نفسنا كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه الورقة في الامتحان جايلك بالطول كده انت كلها هتعمله هتخليها بالعرض طب لو جاتلك بالعرض يعني الراجل جايب لك الرسمة كده بالعرض كده ويقول الراجل ريحك كلها هتعمله هتشيل المفتاح بدل ما هوريشة اللي احنا خدناها في مادة الرسم الفني هتعمله رمزة 11 وبالتالي يبقى انا كده حولت الدايرة من مخطط كهرابي لمخطط سلامي عشان جهاز البيئة اللي سيهي يشوف تعالوا بقى نشوف نمط تاني من نمط الاسئلة احنا قلنا احنا عندنا تلات لغات اللغة الاولانية كاتلغة البوابات اللغة التانية كاتلغة السلم اللغة التالتة بقى بيسموها الـ FBD اللي احنا بساميها في المدرسة عندنا لغة البوكسات ايه البوكسات دي يا مصطر يعني بدل ما البوابة بترسمها بوابة قرزة اللي خدناها من شوية او تعملها كرمز مفتاح لا تعملها على رمز البوكس طب تعالوا كده يا مصطر ورينها عشان نفهم ادي دايرة هي قدامي بيقول لي بقى الدايرة اللي قدامك دا هي اعملها لبلغة الـ FBD يعني ايه لغة الـ FBD يا مصطر يعني اعملها بلغة البوكسات المفتاح S1 يا أولاد والمفتاح S2 مع بعض متوصلين توالي ولا توازي برافو عليكم سامعت طلب الشطرة بتقول لي يا مصطر لتنين دول مع بعض توازي S1 و S2 مع بعض بالتوازي طب عرفت منين ان هم توازي بدايات مع بعض وانهايات مع بعض وده رمز الـ H اللي هو ده اللمبة بتاعتي او الخارج او ممكن يحطيلي مستطيل وفي قلبه كلمة K اللي هو الكوندكتور او الخارج بتاعي طب نمثل دي بلغة الـ FBD ازاي بص بقى الـ FBD ده ايه هي قال لي المفتاحين دول توازي فبعمل بوكس زي اللي انت شايفه دوات عبارة عم مستطيل وده الدخل بتاعي اسمه S1 وده الدخل التاني اسمه S2 واللي في النص هنا ايه بقى ركزوا معاي احنا اتفقنا مع بعضنا ان اي مفاتيح على التوازي بيمثلها بوابة OR تمام كده طب بوابة OR بلغة الـ FBD هرسمها بوابة عادية زي اللي خدتها اعملين شوية لا هكتب اكبر من بيساوي 1 فلو شفت انت مستطيل في قلبه اكبر من بيساوي 1 اعرف كده على طول ان الدائرة دي عبارة عن بوابة OR برافو عليكم والدخل بتاعي اسمه S1 والدخل التاني اسمه S2 والبوكس ده هو عبارة عن بوابة OR وليه رسمت OR يا مستر عشان المفتاحين على التوازي يبقى افهم من كده ان اي مفاتيح على التوازي تمثل بلغة الـ FBD عبارة عن بوكس وجوه كلمة اكبر من بتساوي طب تعالوا نشوف البوكس التاني ده او المستطيل التاني او المربع التاني ده في ايه في كلمة تساوي يبقى اي خارج في اي دائرة كهربية عشان احول اللغة الـ FBD بعمل مستطيل او بوكس صغير كده اسمه مربع او مستطيل وحط فيه كلمة تساوي حطيلي هنا كلمة H احط H حطيلي كلمة K احط كلمة K حطيلي M احط M يبقى الرمز يتحطي فوق البوكس وفي قلب البوكس من جوه احطه يساوي يبقى انا هنا عندي ثوابت اي دائرة هتجيلي في الامتحال فيها مفتاحين او عشر مفاتيح او مليون مفتاح وشرط يكونوا على التوازي يا ولاد هحط بوابة عبارة عن مربع او مستطيل باللي انت شايفه ده اكبر من بتساوي واحد طب يا مستر لو حطيلي مفاتيح على التوالي تعالوا كده نشوف بقى هو حطيلي مفاتيح على التوالي هنعمل ايه لو الرجل حطيلي مجموعة مفاتيح على التوالي هتعمل يا مستر نرجع كده تاني بسرعة للي فات طب يا مستر قبل ما نشوف السؤال ده نرجع له كده تاني بسرعة لو حطيلي هنا مفاتيح على التوالي اعمل ايه لو انا حطيت هنا مفتاحين على التوالي اعمل ايه في المستطيل ده هو اتخله بالك أول حاجة هنعملها البوكس بتاعه هيبقى عبارة عن مستطيل وحط فيه علامة واو علامة إيه واو لأن أي مفاتيح على التوالي تمثل ببوابة أن وأن دا عندنا يعني إيه يعني بوابة واو أو بوابة وا أو الرمز بتاع الواو باللغة الإنجليزية أو كلمة أن طب تعالوا بقى نشوف أسلط الأكمل اللي ممكن تجينا في الباب دا هو تعبارة عن إيه بيقولي نقط هو جهاز يتعرف على أي ظروف تشغيل غير عادية في الدائرة وذلك من خلال قياس الكيمات الكهربية إيه الجهاز اللي بنحطه في الدائرة الكهربية عشان يتعرف على ظروف التشغيل الغير عادية اللي يلقى أعطالوا الحاجات دي لما يجيس كيمات الكهربية برافو عليكم اللي هو مين المرحل أو الرليل تمام طيب إيه هو اللي عبارة عن دائرة منطقية تتابعية لها القدرة على تخزين خانة سنائية بت واحد فقط من البيانات ده عبارة عن الفليفلوب اللي هنتكلم عنه كمان شوية إيه هو الفليفلوب ده بقى لما أعرفه هو عبارة عن دائرة منطقية وشرط تكون الدائرة دي إيه تتابعية وإيه وظيفته في الدائرة الكهربية أولاد له القدرة على تخزين خانة سنائية واحد طيب بيقول لي هي نوع خاص من الساعات الزمنية يعني ده نوع من الساعات الزمنية اللي احنا بنسميها عندنا استوبوتش تستخدم للتحكم في تسلسل العمليات الإنتاجية برافو عليكم المؤقتات الزمنية اللي هي موجودة في المؤقتات الزمنية ديات اللي هي موجودة في طيمر الغسالة الأوتوماتيك موجودة في طيمر الغسالة النص أوتوماتيك موجودة في طيمر المروحة اللي هي بتزبط عليه وقت معين مما تشغله شوية وتروح جاي فاصلة الغسالة أوتوماتيك في برنامج من البرامج المعينة ده هي بتاع الغسيل أو الشطف وده اللي بيتحكم في الوقت مين؟ المؤكد الزمن طيب عندنا الدوار المنطقية نوعية أول نوع من أنواع الدوار المنطقية دائرة منطقية ترابطية ودايرة منطقية تتابعية بلّ لو قالي في الامتحان وقالي أكمل أنواع الدوار المنطقية نقط ونقط أقوله ترابطية وتتابعية طيب إيه بقى الفلبات اللي احنا قلنا عليه؟ احنا عندنا أول حاجة الفلبات دي أولاد خمس أنواع أول نوع من أنواع الفلبات فليب فلوب اللي احنا قلنا بيحتفظ بحالة دخل واحدة بس اللي هو 0 أو 1 الفليب الأولاني اللي بندرسه في سنة ثالثة SR وفيه فليب فلوب من النوع الثاني بيسموه SR تزاموني وفيه نوع ثالث اسمه SR أو بيسموه نوع D ونوع رابع اسمه GK والنوع الخامس التابع والمدبوع يبقى ما جاء قولك في الامتحان ما هي أنواع الفليب فلوب قول لي نوع الأولاني ويسمى SR النوع الثاني SR تزاموني النوع الثالث بيسموه GK النوع الرابع الD النوع الخامس التابع والمدبوع هنا بيقول لي يبقى ما هي مميزات الفليب فلوب من النوع الD النوع ده هوت الوحيد اللي فيهم ليه مميزات قال لك وجود بوابة نط تمنع حدوث حالة التشغيل الغير مرغوب فيه يبقى أنا بحط على الخارج بتاعي بوابة نط والغرض من بوابة نط ايه بتشير الحالة الغير مرغوب فيها اللي هي بتقلل عدد المداخل ويكون المداخل بتاعته واحد بدل ما يبقوا اتنين سميناه بالماسك وده يعتبر من اهم انواع الفليبات عشان بيسمى بالماسك ايه بيحتفظ بالايه بالزيرو او الواحد في خانة البيت بتاعته طيب المؤقت الزمني احنا اتفقنا مع بعضنا من شوية ان احنا عندنا مؤقتات زمني المؤقت الزمني اللي قلنا عليه بنشوفه في ابسط الانواع اللي هو في الغسالة الاوتوماتيك او الغسالة النص اوتوماتيك او المروح والمؤقتات ده يا ولاد لما نجي نرجع كده بالزاكرة الورا المؤقتات دي تلات انواع النوع الاولاني يسمى مؤقت ميكانيك النوع التاني كهروميكانيك النوع التالت نبضي او الكترون ايه بقى المؤقتات دي بسرعة كده قبل ما نتكلم عنها والسؤال بيجي ازاي في الامتحان تعالوا كده وضح لكم المؤقت ده عبار عنيه المؤقتات دي كلها لو احنا اشتغلنا عليها من الاول خالص وإحنا اطفال كده صغرين بنلعب كان عندنا لعبة كده بتشتغل بالزنبالك فاكرين اللعبة دي نملاها 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 زي المروحة كده بتاع الزمان اللي هي مروحة المكتب كانت المروحة دي نقعد نملة فيها نملة فيها كده وانسيبها تشتغل مثلا نزبطها على ساعة بعد ساعة بتلاقي المروحة دي فصلت زي اللعبة الزغيرة لما كنا صغرين كده وبنلعب باللعبة الزنبالك دي ده اسمه مؤكد ميكانيك يعني ايه مؤكد ميكانيكي يعني يادوي انا زبطته كده بايدي وسبته يشتغل وبعد ما اعبار عن ايه لو انا فتحته كده وكسرت اللعبة دي من جوه او كسرت المؤكد ده من جوه بلايه عبارة عن ياي اليايل ده هو مصنوع من السلك الصلب ملفوف كده حواليه نفسه فانا ما بقعد بعمل بيدي كده باملا باملا بلم السلك ده بخليه يلم 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 واول ما شيل ايدي الاقي السلك ده بيفك يفك 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 فهو بيفك بيتحرك بقى والمروحة عندنا بيفضل اليايل اللي جوه الصغير او مجموعة التروس دي بتبقى متعشقة مع بعضها بقوة ايدي الى الحركة الميكانيكية واول ما شيل ايدي بلايه الياي بيحصل له ايه بيفك او مجموعة التروس دي بتفك تفك تفك فيفضل فكها يعتمد على الوقت اللي انا مليته لو مليت خمس دقايق تفك في الخمس دقايق مليت في ساعة فيفضل في الساعة دي وبعد الساعة ما تخلص بلايه المروحة ايه بطلت او اللعبة وقفت وتوقفت ده بيسموه مؤكد ميكانيكي جات الدنيا طوالت شوية عملنا مؤكد كهروميكانيكي ايه بقى المؤكد الكهروميكانيكي ده اللي احنا بنشوفه في الغسالة الاوتوماتيك او الغسالة النص اوتوماتيك المؤكد ده عبر عن ايه ماما كده او اختك او انت في البيت بتعمل ايه بتروح جاي حاطت مثلا دورة غسيل وتزبط مثلا على العشر دقايق ايه اللي بيحصل في العشر دقايق دول ان انت شغلت بيدك ان انت استخدمت حركة ميكانيكية ما ايه دك دي حركة ميكانيكية ان هي حركة الزرار اللي يمت عشرة وبعد العشر دقايق ايه اللي حصل المؤكد بتاع بيمشي بالتدريج لغاية ما العشر دقايق يخلصه عن طريق مغناطيسية كهربية موجودة جوا المؤكد فالعشر دقايق يخلصه يروح جاي فاصل يبقى انا اشتغلت ميكانيكي زائد كهرابي فسموه كهروميكانيكي جيه التالت المؤكد بقى او بيسموه المؤكد النبضي او الالكتروني اللي هو ايه بقى انا كده دايما بشبهه انه هو بالزبط عامل زي روموت كنترول كده لما جاي اصبط وليكن التكييف بتاعي على وقت معين او اصبط التلفزيون على وقت معين عشان انام بيقول لي مثلا كده بجيب السليبينج كده من الروموت كنترول واضغط مثلا 60 دقيقة ايه اللي بيحصل بعد 60 دقيقة المؤكد بيفضل يعد تنازلي 59 58 لغات لما يوصل عند الصفر او التلفزيون يفصل لوحده او التكييف او الغسالة او ده ده بيسموه بقى ايه مؤكد الكتروني بيشتغل بقى من غير حركة ايدي خالص كل انا عملته زبط تايمر او بالتوتش اللي حصل ان انا ما استخدنتش حركة ميكانيكية زي الكهروميكانيكي او الميكانيكي بتاعي زمان اوي ازا مبني فالمؤكدات عندنا كم نوع كده ثلاث مؤكد كهروميكانيكي مؤكد ميكانيكي مؤكد الكتروني او نبضي المؤكدات دي بقى جوم قال لي دي من حيث الاستخدام بتاعها لكن من حيث الخارج والدخط عمل لي مصطلحات جديدة قال لي on delay off delay نبضي يعني يا مستر بقى الكلام ده يعني عندي مؤكد بيسموه مؤكد on delay ومؤكد off delay ومؤكد نبضي ايه المؤكد الon delay ده هوت الon delay ده هوت بيظهر او استخدامه في المحركات اللي عندنا في المصانع ان المحرك يكون شغال نجمة يعني متوصل لتوصيل استار وبعد دقيقة او بعد 7 ثواني او 8 ثواني حسب الوقت اللي انا ببرمجه عليه بيقلب دلتا يعني يا مستر المحرك ممكن يبقى في الاول نجمة يعني شغال نجمة والكلام ده خدناه في مادة الات وبعد فترة زمنية انا بزبطها او برنج معين يقلب دلتا فبالتالي المفتاح او المؤكد اللي قلب المحول او المحرك بتاعه بالنجمة دلتا سميته مؤكد on delay طب ايه الoff delay ده هو الoff delay ده عبارة عن مؤكد زمني بيحتفظ بخرجه بعد فصله يعني ايه يحتفظ بخرجه بعد فصله زي مكنة السلم يعني يا مستر مكنة السلم خدناها سنة تانية في مادة الرسم ووصلناها في الورشة مع بعضنا ان المكنة السلم ده عبارة ان ايه لو انا عندي مبنى مثلا مكوم من 7-8 طوابق يعني عمارة سكنية والعمارة ده هي ولاد فيه على كل شقة كده او على كل دور لمبة وانا جيت مثلا وعايز ايه انور اللمبات دي كلها طبعا بعمل ايه بضغط كده وانا داخل على اول ما بخش من المبنى بضغط على مفتاح الاقي اللمبات كلها قدت مرة واحدة جميع الادوار فبطلع الشقة اللي انا عايزها وبعد ما خش ممكن انسى الاقي بعد فترة زمنية معينة اللمبات دي كلها فصلت طب مين فصلها المكنة اللي احنا بقولوا عليها ايه ماكينة السلم اللي هي مفتاح بارة البرمجة دي لاخر دور وبعد ما بخش شائتي لو انا ضغط على الزرار اللي موجود قدام الشقة هيدفل لمبات كلها طب لو انا نسيت ودخلت الشقة او دخلت البيت ومن غير مطف الزرار ده هو هو اوتوماتيك بيفصل بعد فترة زمنية هو متبرمج عليها يقفل في وقت معين عشان كده سموه يبا انا عندي والنبضي دي مؤقتات زمنية لو جي قال لي في الامتحان ما هي انواع المؤقتات الزمنية وسكت هقوله القهر وميكانيكي والميكانيكي والنبضي طب لو قال لي ما هي انواع المؤقتات من حيث الخارجي او الدخل اقوله الاندي ليه والوف دي ليه والنبضي او بينكسين كده برضو الالكتروني فركب فوق وركب تحت طب تعالوا كده نشوف المؤقتات دي بتيجي في الامتحان على النمط ايه بيقول لي مؤقت زمني يعطي خارج بعد زمن معين اللي هو الاندي ليه ومؤقت زمني يستمر خارجه حتى بعد فصل مفتاح التحكم بقول عليه الوف دي ليه ومؤقت يجد تغذيته بالطيار الكهرابي بصفة دايما والخارج بتاعه عن سلسلة نبضات اللي احنا بنسميه البلاس تايمر او المؤقت النبض يبقى دي المؤقتات التلاتة اللي قلنا عليها بقى الاندي ليه وده تعريفه ايه مؤقت يعطي خارج بعد زمن معين الوف دي ليه مؤقت يستمر خارجه بعد فصل مفتاح التحكم يعني لو انا فصلت مفتاح التحكم برضو خارجه شغال المؤقت الاخير ده بيطلع سلسلة نبضات عشان كده سميته مؤقت نبضي طب تعالوا بقى نشوف جزء تاني من انواع الاسئلة بيقول لي ايه هو اللي عبارة عن دايرة منطقية تعاقبية تعطي خارجا له تسلسل معنطقي معين وهي عبارة عن عدد من القلبات من النوع الدي او التي او الجيكي اوتوماتيك كده ادام قال لي في المتاح دايرة منطقية تعاقبية اوتوماتيك على طول يبقى ده العدد الرقمي اللي هو اللي موجود عندنا في البيت اللي هو العدد بو كارت ده هو اللي ده بنسميه عبارة عن دايرة منطقية ايه تعاقبية تعطي خارج له تسلسل منطقي معين طيب ما هي انواع العددات خلوا بالكم العددات اللي عندنا في البيت ده هي اتمنها انواع اشهر انواع حل عشري اللي هو موجود عندنا في البيت لكن العددات دي موجودة بكسرة في المصانع اللي بتعد منتجات زي مصانع الأغذية المحفوظة ومصانع المعلبات والمصانع دي كلها فيها أدوات كده بتعدي لي كم قطعة طلعت كم قطعة دخلت الخط اللي انتاج عليه كم قطعة طلعناها النهاردة بدل ما جيب واحد يعد بحط عداد والعداد دي عندنا 8 أنواع أول عداد عندنا اسمه العداد اللاتزامني عداد تاني اسمه العداد التزامني عداد تالت اسمه عداد عشري اللي احنا بقول عليه بقى وده يتميز انه بعد من صفر التسعة العداد الرابع بيسمى العداد التصعودي وده بيعد أعداد من أسفل لأعلى وفيه عداد عندي اسمه العداد التنازلي وده بالعكس بعد من الأكبر للأقل عداد تصعودي تنازلي وده بك ينبقى يشتغل تصعودي أو يشتغل تنازلي امتى يا مستل يشتغل تصعودي وامتى يشتغل تنازلي حسب الأمر اللي أنا مدهوله قلت له اشتغل تصعودي هاي اشتغل تصعودي قلت له اشتغل تنازولي هاي اشتغل تنازول العدد السابع عدد الحلقي العدد الأخير عدد جونسون يبقى أنا عندي ثمن أنواع من العددات وده سؤال دايزي بيجي في امتحان يقول لي اذكر أنواع العددات طيب بيقول لي ايه هو اللي بنحصل عليه بعد إضافة تغزية عكسية العدد الوحيد اللي بتعمله إضافة تغزية عكسية ومسجل إزاحة برافو عليكم بنسميه العداد الدائري يبقى لو قال لي في الامتحان إيه هو العداد الدائري قول لي العداد الدائري أحصل عليه بعد إضافة تغزية عكسية إلى مسجل الإزاحة المقارن إيه يا المقارنات المقارن ده أنا بسميه الميزان بيقارن كمية بكمية تانية أشهر أنواع المقارنات يا أولاد بوابة XOR اللي إحنا خدناها في سنة تانية ويجي يقول لي في الامتحان سؤال خابيس كده يقول لي لماذا تستخدم بوابة XOR كمقارن الاول يعني مقارن المقارن ده عبارة عن ايه عبارة عن جهاز او عمل رئيسي له ان هو بيقارن بين كميتين عشان يحدد الفرق بين الكميتين دول ايه ممكن ييز طول مع طول وزن مع وزن بس شرط مايس 2 قد بعض ولا 2 وزن بعض لازم فيه اختلاف عشان يدي قراءة او يدي مؤشر بتاعي يشتغل طيب ليش استخدلنا بوابة XOR كمقارن لان دي البوابة الوحيدة اللي هتطلع خارج لما يكونوا الخارجين غير متسويين يعني مش هتديني خارج انا لما يكون الدخلين بتوع غير ايه غير متسويين طيب هنا بقى هنخش على جزء مهم جدا دي الوحدة التانية جهاز التحكم المنطق المبرمج اللي هو البياليسي الجهاز ده عمل طافرة كبيرة جدا لما تم اختراعه واكتشافه الجهاز ده موجود في معظم مصانع الانتاج والجهاز ده يستخدم في كل حاجة في برمجة يستخدم في اضاءة يستخدم في تحكم في انتاج كل ديت واضح من كلمة جهاز البياليسي اللي هو اختصاله كلمة بيه بروجرام اللي لوجيك سي كنترول هو جهاز الكتروني رقمي يعني زي الموبايل اللي معانا بس المشكلة اللي فيه بقى انه ايه فيه زاكرة برضو الموبايل يا مستر فيه زاكرة بس الزاكرة دي بقى ايه قابلة للبرمجة يعني يا مستر الكلام ده يعني انا عايز اقوله اشتغل يا بياليسي في الاضاء اشتغل عداد اشتغل مؤقت زامن ازاي اللي موجود في الغسالة اشتغل ريلي اشتغل بوابة كل ده بيشتغل بأمر من الاوامر اللي انا بديه له فجهاز التحكم المنطق المبرمج هو جهاز الكتروني رقمي يشتمل على زاكرة قابلة للبرمجة يمكن تنفيذ البرامج عليه عن طريق مجموعة من الاوامر والبرامج دي بتاعتنا زي ما قلنا ممكن اشتغلوا عداد ممكن اشتغلوا طايمر ممكن اشتغلوا ريلي طب تعالوا كده بقى ننخش الجهاز ده من جوة ونشوف ايه اهميته واستخداماته ايه اهم حاجة عايزة بتعرفها في المراجعة ما هي استخدامات اجهز البياليسي او فوائد استخدامه والسؤال ده ممكن يجيب طرق تاني يقول لي ما هي مزاياه تمام كده ايه مزايا جهاز البياليسي قال لي اول حاجة صغير الحجم والمتانة حجمه صغير جدا اتنين مناعة ضد الشوشرة يعني ما بيعملش شوشرة لما بيشتغل مع الاجهزة تلاتة اللغة بتاعته مالها بقى قال لي لغته سهلة يعني البرمجة بتاعته سهلة سهلة استخدمه في التحكم اربعة الدخل والخارج بتاعه قياسي يعني ايه مصطر الكلام ده يعني الدخل والخارج بتاعه يتماشى مع الحساسات اللي موجودة في السوق بتاعنا الحساسات دي الموجودة مقصود بها ايه فاكر كده لما تيجي تخش بفندق او بانك يلاقي الباب بيتفتح لوحده تيجي تشغل كده حاجة تلاقي الباب شغال لوحده ومن غير ما اي حد يلمسه ده عبارة عن يبقى فيه حساس موجود الحساس ده حضرتك اطعته بشعاع معين ففتح لك الباب اول ما شافك على طول او شاف خيالك او شاف الزل على طول فبالتالي فتح الباب دي بيسموها الحساسات واشهر انواع الحساسات ده موجودة في الابواب والخزن وجسل الحماية طيب وحداته مستقلة يعني ايه وحداته مستقلة يعني ده ممكن اشغاله على لابتوب او اشغاله على جهاز ديسك توب وهنتعرض لانواعه دي كمان شوية ان شاء الله بالتفصيل لما نيجي لأسئلة انواع البياليسي طب عيوبه ايه كل حاجة في الدنيا لها مزايا يبقى لها عيوب اول عيوب تكلفته عالية نسبيا يعني لما اجا قرنه بالمتحكم المتناس صغر بيلاقي تكلفته عالية رقم اتنين بطيء نسبيا لما نيجي ان شاء الله كده بقى نتخش جامعة بيلاقي عندنا حاجة اسمها المتحكم المتناس صغر اللي هو المايكرو كنترول فلما اجا قرن البياليسي بالمايكرو كنترول اللي هو المتحكم المتناس صغر بيلاقي ان البياليسي جهاز عالي جدا في التكلفة بالمقارنة بالبياليسي الصغير اللي هو المتناس صغر بطيء نسبيا لو أنا قلنته بي لا يستخدم البي لسي ولا أقدر أبرمجه إلا في وجود حاسب آلي وكابل داتا يبقى لازم عشان أشغل البي لسي ما ينفعش حطه كده لما بوصل معي إما لاب طب أو حاسب آلي أو أبرمجه عن طريق كابل الداتا أو كابل البرنامج أو كابل المستخدم في بقى بعض المصطلحات كده عايزك تاخد بالك منها أنت وهي في المراجعة النهائي أولاد وتركزوا فيها قوي أول حاجة عندنا عندنا حاجة اسمها الخانة أو البيت كلمة كده بنشوفها في المصطلحات الإلكترونية البيت البيت دي عبارة عن إيه عبارة عن مكان يخزم فيه إشارة رقمية واحدة يعني البيت في الآية الحاسبة أو في الكمبيوتر خانة بخزم فيها إشارة رقمية واحدة يعني أدي له أمر واحد بس يا صفر يا واحد فيه مصطلح تاني اسمه البيت البيت ده بقى أعلم البيت لأن البيت فيها خانة واحدة بس لكن البيت ده عبارة عن 8 خانات يبقى يتكون من 8 خانات يخزن فيها 8 إشارات رقمية فاكرين الآية الحزبة زمان لما كنت تضغط كده على الشاشة بتاع الآية الحزبة بيظهر لي كده رقم زي الثمانية كده وجنبه 8-9 أرقام كده أو 10 أرقام كل خانة من دول بقى بسميها بيت لو أنا لقيت 8 خانات على الآية الحزبة يبقى بيت طب لو لقيت 16 خانة بسميها الكلمة أو الورد الكلمة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 16 خانة يعني 16 بيت أو 2 بيت لأن الـ 2 في 8 يبقى بـ 16 دي مصطلحات ممكن يقولي في الامتحان إيه هي البيت؟ أقول له يا خانة واحد البيت يا 8 خانات الكلمة أو الورد 16 خانة أو 2 بيت أو 16 بيت فيه تعريب برضو ممكن يقابلني في الامتحان يقول لي إيه هي المسجلات المسجل ده هي أماكن أخزن فيها البيانات في صورة صفر أو واحد خلوا بالكم أول ما تسمع كلمة مسجل يعني أنا هتكلم بصوتي وسجل لا ده هنا التسجيل بيتم عن طريق أرقام يا صفر يا واحد وتتكون من خانة واحدة يعني بيت أو 4 خانات أو 8 خانات أو 16 خانة وتوجد المسجلات داخل معالج أجهزة التحكم المنطقي المبرمج طيب أجأ أقول لك في الامتحان إيه هي وحدة التخزين الداخلية أقول وحدة التخزين الداخلية هي اللي بيتم فيها تخزين خانة برضو صفر أو واحد ودي وحدة مستقلة بذاتها وتوضع في الزاكرة الداخلية لأجهزة التحكم المنطقي المبرمج طيب سؤال مهم جدا ما هي أنواع وحدات المتحكم المنطقي المبرمج عندنا نوعين النوع الأولاني بيسموه جهاز المتحكم المبرمج المتكامل وكلمة المتكامل كده أنا بشبهه دايما بكلمة اللابتوب يعني ده بقى فيه الشاشة وفيه كل حاجة وفيه الماوس وفيه الكيبورد وفيه كل حاجة لكن التاني المتعدد عامل زاد ديسك توب كده اللي في البيت إن تلاقي الشاشة الوحدها والكيسة الوحدها وتلاقي الكمبيوتر ايه متقسم كده كذا جزء فالمتحكم المنطقي المبرمج المتكامل ده أهم ميزة فيه إن جميع مكونات الجهاز في غلاف واحد زي ما ديتك كده مثال زي اللابتوب كده كل حاجة في قلبه اتنين حجمه صغير تلاتة أقصى مدخل ليه واحد واربعين يعني تكون من كم مدخل ومخرج واحد واربعين مدخل ومخرج يمتلك زاكرة صغيرة عشان كده يستخدم في الصناعات أو التطبيقات الصناعية الصغيرة السؤال بيجي في الامتحان يمكنني يقول لي ايه في الامتحان بقى ما هي مزايا المتحكم المنطقي المبرمج المتكامل هقوله لأربع حاجات أو الخمس حاجات دي طب الشكل بتاعه ايه؟ قدي الشكل بتاعه وبيتكون من واحد واربعين نقطة زي ما قلنا مدخل ومخرج طب تعالوا بقى نشوفوا النوع الثاني جهاز المتحكم المبرمج المتكوم من عدة وحدات وده زي ما ديتك كده مثال اللي هو زي الكمبيوتر اللي عندنا في البيت اتلاقي الكيسة الوحدها والشاشة الوحدها والكيبورد الوحد مميزاته ايه بقى؟ قال لي اول حاجة كل وحدات مستقلة ومفاصلة يعني كل حتة في مكان اتنين مسته بقى ان فيه واحد وخمسين مدخل وواحد وخمسين مخرج لكن التاني كان واحد واربعين بس زاكرته عالية كانت هناك زاكرته ضعيفة السهولة في توسع وحدات الدخل والخارج عشان كده يستخدم في التطبيقات الصناعية الكبيرة لكن المتكامل بيستخدم في التطبيقات الصناعية الصغيرة برافو عليكم زي ما قلنا المقارنة كده او مزايد ده ايه وعيوب ده ايه عندنا بقى حاجة كده مهمة جدا اسمها المفتاح المغناطيسي الاول قبل ما نقول تعريفه شكله ايه المفتاح المغناطيسي عبارة عن مجموعة رياش زي اللي انت شايفها دي كلها رياش هايت واحد واثنين دي ريشة اتنين وثلاثة واربعة وخمسة ستة وسبعة كل دي اسمها رياش المفتاح ده عبارة عني بقى بيسموه مفتاح مغناطيسي لانه عبارة عن ثلاث اوجه اهو قد الوجه الاولاني قد الوجه التاني قد الوجه التالت والتلاتاشر والاربعتاشر دول بيسموهم الريشة المساعدة يعمل بطريقة مغناطيسية يعني اول ما ده القيل او المفتاح او الملف ده اول ما بيمر فيه طائر قهرابي الطائر قهرابي بيعملي بقى بيجزب الاجزاء اللي انت شايفها دي ييفتح المفاتيح كلها مع بعضها يقفل المفاتيح كلها مع بعضها عشان كده بيشغل بطريقة مغناطيسية تعتمد على القهرابية اللي جاي منين من المنبع لاغلاق الدائرة القهرابية وتوصيل الجود القهرابي الى الحمل المراد طيب فيه برضو هنا بعض الرموز يقول لي عندنا حاجة اسمها الوفرلود الوفرلود ده بقى موجود في كل محرك وكل وحدة كهربية للحماية يعبار عن ايه الوفرلود ده هو يحتوي على ملامس مفتوح وملامس مغلق يعني فيه ريشة مفتوحة وفيه ريشة مغلقة والغرض منه ايه بقى بيشتغل لو الطيار زاد وسبب سخونة يعني الدائرة عندنا حصل فيه ارتفاع في شدة الطيار فالطيار ده هو تسخن الدائرة فالدائرة اول ما تسخن بدل ما يحصل لقدر الله مشكلة بتفصل عن طريق الوفرلود فيه عندنا حاجة اسمها مفاتيح ضواغة الايقاف والتشغيل اللي يرهم له عليها سطوب وستار اللي هي مفاتيح التشغيل ومفاتيح الايقاف ودي عبارة عن مفاتيح عادية خالص تستخدم في فصل الطيار بسميها مفاتيح سطوب واللي بتشتغل في توصيل الطيار بسميها سطار او بسميها مفاتيح تشغيل والمفاتيح ديت منها المفرد ومنها المزدوق طب تعالوا بقى نبص مع بعضنا كده لسؤال مهم جدا بيجي في الامتحان يقول لي ايه يقول لي ارسم دائرة تحكم في تشغيل محرك من مكان واحد يعني يا مستر كده يعني انا عندي مطور او محرك شغال في مكانة وعايزين نرسم الدائرة التحكم بتاعته اللي انت شايفه قدامك داية دي دائرة تحكم عبارة عن ايه دائرة تحكم عبارة عن خط كهرابة اسمه ايه اللي هو الكهرابة الحية وان اللي هو الارضي اللي احنا بنسميه نوترال او خط الارضي او خط التعاد يبقى اي دائرة كهربية عبارة عن خطين وزا ما قلنا قبل كده في المراجعات السابقة ان الحاشو ده هو يسمى مفاتيح يعني يا مستر الكلام ده انا جيت قلتلك في الامتحان اسم لدائرة تشغيل محرك من مكان واحد هتعمل ايه هترسم لي خطين كهربة من غير ما تحفظ بقى هترسم خطين كهربة الخط الاولاني سميه ايه الخط التاني سميه ايه اللي هو الارضي والكهرباء اللي احنا خدهم من سنة اولى ايه بقى المفتاح ده هو ده مفتاح اوفرلود اللي احنا لسا يلين عليه عشان يحميلك المحرك وده دايما مغلق المفتاح ده هو اللي هيقفل الداير اللي احنا بنقول عليه سطوب المفتاح ده على بعضه كده كله سمستار اللي احنا بنقول عليه قن وده عبارة عن ايه بقى عبارة عن ريشة مفتوح ايه واحدة سماكي واحد اللي احنا بنسميها الريشة المساعدة طب ايه ريشة المساعدة؟ المفتاح ده أولاد عبارة عن مفتاح ضغط فأول ما اضغط عليه كده زي مفتاح الجرس يرد في ايدي فعشان ما يردش بعمل ريشة مساعدة بتشتغل مكان ايدي عشان كده حطينا الان مع ريشة مساعدة بالتوازي يبقى انت ما يتعبش نفسك الموضوع خده ببساطة جدا جيت في الامتحان قلت لك شغلي مفتاح من مكان واحد آسف شغلي محرك من مكان واحد هتعمل ايه؟ الميستر قال لنا هنعمل خطين كهرباء خط الاولاني هسميه ال والخط التاني هسميه ان لانها فيش دائرة كهربية هتشتغل من غير الخطين دول وعلى الدايرة دي حط مصر للحماية وحط مفتاح مقفول وسميه الوفرلود وحط المفتاح اللي هيقفل المحرك اللي هو الستوب اللي اول ما المحرك يشتغل هو اللي يفصله وحط مفتاح عشان ده اللي هيشغل المحرك يبقى ده الان وده الوف بس انا هنا مسمي الوف ستوب ومسمي الون ستار عشان ده اللي هيبدأ الحركة او الشغل وده الكندكتور اللي هيشتغل اللي هو بيسموه المغناطيسية اللي احنا شفناها من شوية في المفتاح المغناطيسي الدائرة ايه بقى بتشتغل ازاي؟ قال لي اول ما هضغط على مفتاح ستار بيمر طيار من المصدر يعني ايه؟ اول ما هضغط على ستار يعني زي المفتاح اللمبة اللي عندنا في البيت كده اول ما بضغط عليه الدائرة بتنقفل فبيوصل طيار او نفس الكلام اول ما هضغط على ستار هيمر طيار من المصدر الطيار ده جاي من ايه؟ جاي من ايه؟ اللي هو سلك القهرابة تمام كده؟ هيخش على كي واحد فكي واحد في نفس اللحظة هتقفل يبقى اول ما هضغط على ستار الطيار هيمر هيروح جاي مشغل كي واحد دي بفعل المغناطيسية فهتقفل مباشرة اللي احنا بنسميها بيشها المساعدة فيمر طيار للمحرك فالمحرك يشتغل هروح جاي يضغط على كلمة ستاب اول ما هضغط على كلمة ستاب ستار ديت هيتقطع عنها الطيار فبالتالي هيقطع عن كي واحد فبالتالي يبقى فيها قطع او كصر فالستار بتاعي ده هو تايقف فالدائرة هتتفتع عن طريق الستاب بيبقى كده الدائرة بتاعتي اغلقت في أضعف في صورة صغيرة جدا وفي ضعف منها رهيب جدا وفي لحظة هتلاقي الدائرة فصلت وكده المحرك بتاعي يتوقف عن الدوران أو عمل الحرقة طب تعالوا نشوف مسألة تانية يقول ليه بقى فيها بدل ما بيقول لي شغل محرك من مكان واحد لا شغل محرك من مكانين يعني يا مستر الكلام ده يعني يا شغل محرك من مكانين يعني أنا لو عندي خط إنتاج مثلا وخط الإنتاجنا مثلا بيطلع منتجات وخط الإنتاج ده كبير وحطت محرك واحد على المكانة دي بدل ما أعمل بقى مفتاح واحد والعامل يبقى رايح جاي في المصنع رايح جاي طب ما أنا ممكن أعمل حاجة حلوة أوي أعمل إيه أخلي المحرك ده وقت يشتغل من مكانين يعني إيه يشتغل من مكانين هرجعك كده بالذاكرة للسنة تانية لما خدنا لمبة بتقيد من مكانين فاكرين اللمبة اللي كانت على باب الشقة عندنا ممكن وأنا طالع إيه ده وأنا طالع فوق أطفيها من المفتاح اللي قدام الشقة يبقى المفتاح ده عمل إيه اللمبة في مكان والمفتاحين كل واحد في مكان تاني بس أنا لو ضغطت على المفتاح ده يشغلها ولو ضغطت على المفتاح اللي فوق يطفيه خدنا الفكرة دية وعملنا محرك في مكانين يعني محرك في مكانين خط إنتاج كبير وعاية شغل خط ده من أكثر من مكان بس خلوا بالك إن ده محرك إيه؟ محرك واحد شغال فهعمل إيه هنا؟ من غير ما نتعب نفسنا هي مستر زي دي كان بالزبط بس بدل ما كان واحد ستوب هيبقى اثنين ستوب بدل ما كان واحد ستار هيبقى اثنين ستار يبقى كل اللي انت هتعمله هتجيب الدائرة اللي فاتت وبدل ما كان مفتاح واحد يشغالها ومفتاح واحد يقفلها لا ده نعمل حاجة اي بقى هعمل مفتاحين يقفلوا ومفتاحين يفتحوا بحيث لو انا في مكان افتح واقفل ولو انا في المكان التاني بدل مرجع للمكان ألف لا افصل من مكان به واشغل من مكان به يبقى قريب لإيدي عشان كده تستخدم هذه المحركات او هذه الدوائر في تشغيل محرك من ايه برافو عليك ومن مكانين طب تعالوا كده نبص كده الدارة دي تشتغل ازاي الاول خالص زي ما قلت لك ترسم خطين كهرباء زي ما قلنا مع بعضنا والحشو برافو عليكو مفاتيح ما تتحكش الموضوع خده كده ببساطة اه الحشو مفاتيح يعني ايه يا مستر بقى الحشو مفاتيح مش احنا لسه من شوية واخدين عندي دايرة والدايرة دهية شغلة من مكان كنت بحطه اوفرلود وواحد سطوب وواحد قون انت كلها تعمله بقى اضحك عن الراجل ايه اضحك عن الراجل دي يا مستر مش انا عايش اشغل المحرك ده من مكانين هعمل ايه هحط خط كهرباء وخط ارضي واجه ايه احط الاوفرلود ده سابت عشان يحمل محرك قادر سطوب الاولين اهو ركز بقى معاي لسطوب الاولين ده هو ممكن يتحكم في المكانين طب بس انا عايش اشغلوا من مكان وشغلوا من مكان تاني فهعمل ايه هحط سطار هنا وستار هنا يبقى دول مفتاحين ايه همت مفتاحين وده الرشا المساعدة هتبقى بقى مشتركة بين سطار 2 وستار 3 خلوا بالكم مش هحط بقى على كل واحد ريشا ومساعدة في كتاب الرسم حطت لنا كي واحد وكي اتنين مفيش مشكلة بس الافضل هنا في كتاب التحكم ان انا لو عايز اتحكم في الدائرة دي بقى عن طريق المكانين هحط اتنين سطار وحط معاهم كي واحد اللي احنا بنوعليها ايه ريشا ومساعد طب الدائرة دي تشتغل ازاي اول ما هضغط على سطار 2 اللي هو ده هو المفتاح اوتوماتيك هيمرر طيار كهربي فهيقفل سطار 3 اللي هي ده هير اخرى هتتقفل باوتوماتيك معاه وبالتالي كي واحد هتقفل فالدائرة هتشتغل طب لو انا عايز افتح في المحرك ده وخليه بطل حركة هضغط على كلمة سطوب هيفصل المحرك من اي مكان يعجبني واشغله من مكان التاني نفس الكلام برضو لو انا عايز اشغله بقى من مكان التاني اللي هو سطار 3 هضغط على سطار 3 برضو الدايرة بتاعتي هتشتغل وفي نفس الوقت اغط فيها او افصل الدايرة كلها او المحرك هضغط على كلمة سطوب وستوب بدعم المشترك بين الاتنين يقفل الدايرة الكهربية تعالوا بقى نشوف كلمة معالج العامات الحسابية لو جيت في الامتحان وقال لي عرف معالج العمليات الحسابية اللي انا بسميه السي بيو يعتبر معالج العامات المركزية ده هو بمثابة قلب النظام يعني لو جيت في الامتحان قلت لك ايه قلب النظام كلمة قلب النظام هو المسؤول كده عن كل الكبيرة وصغيرة في قلب البي Él سي زي القلب عندنا كده هو المسؤول عن حركتك هو المسؤول عن التنفس عندك وكل حاجة فبالتالي قلب النظام في قلب المعالج اللي عامات الحسابية هو الـ السي بي يو هو المسؤول عن تنفيذ البرامج ومش كده وبس ده بينقسم الى حاجتين زاكره ومعالج ومعالج ايه الزاكرة دي هنتكلم عنها كمان شوية بس قبل ما نتكلم عن الزاكرة والمعالج في عندنا حاجة اسمها وحدة البرمجة الوحدة البرمجة دي زي الموبايل اللي معاك بالزبط انت عايز شغل تطبيق معين من التطبيقات اللي بتنزلها فبيشغلها لك عن طريق البرمجة اللي انت ببرمجة للجهاز اللي قال للسيتيوب والحاجات دي كلها يبقى هي الوحدة المسؤولة عن ادخال المعلومات اللازمة لتشغيل الجهاز والوحدة دي ممكن تكون متنقلة او ممكن تكون سبت طيب عندنا الزاكرة بقى خلوا بالكم كلمة رام وكلمة روم بتقابلنا كتير او لما بنجي نشتري جهاز مثلا وليكن كمبيوتر او جهاز فون متاعي ايه انت الرامات عندك كام او الروم عندك كام ايه الرامات دي الاول ايه الاول الفرق بينهم عندنا حاجة اسمها زاكرة الوصول العشوائي اللي احنا بلونا عليها رام وزاكرة القراءة فقط بنسميها روم وضح يا مستر عشان الكلام ده بيجي في الامتحان او مش في الامتحان بقى في حياتنا العملية بنسمع كلمة رام دي كتير رام دي هي زاكرة يمكن الوصول اليها مباشرة عند اي عنوان ويمكن الكتابة والقراءة عليها ودي تستخدم كحيي استخزين مؤقت وهي زاكرة متطيرة يعني زاكرة متطيرة يا ولاد يعني زاكرة اول ما الطيار الكهرابي بينفصل عنها بتفصل معاي زي التطباط اللي انا بشغلها اول ما الكهرابة بتطع على اللاب او على الفون البطار بتفصل لو انا بسمع حاجة بتطير مني باضطر المشحن بقى اجيب الاغنية تانية او الحاجة اللي انا بتفرج عليها واجيبها من الاول الروم دي بقى زاكرة ثابتة في الجهاز ما بتفقتش قدرتها ولا بتفقت ودي بقى اللي انا بسميها سطح المكتب زي الايقونات اللي عندنا كده على الموبايل زي ياكونت الرسائل وايكونت الاتصالات دي ما اقدرش هالعب فيها وما اقدرش دلتها لكن اقدر اي تطبيق انا زلو من على جوجل بلايه مثلا ممكن اطياره والعب فيه زي ما انا عايز واشيله وحط طيب عندنا حاجة اسمها زمن المسح هو الزمن اللي لازي تأخذه وحدة البي لسي لتنفيذ الخطوات التلاتة المسكولة سابقا وده زمن المسح المسؤول عن كلمة المسح هنا اولاد مش المقصود به ان انا بامسح لا ده انا بعمل سيرش كده اللي هو المقصود به مميزات البلوكات سهولة في فهم البرامج اتنين قدرة على تنظيم البرنامج بابسط الاشكال ثلاثة سهولة اكبر في ادخال التعديلات على البرامج سهولة في العصور عليه طيب النهاردة كنا اتكلمنا كده عن تحكم منطق مبرمج ولمينا المنهج كده في اسئلة او او اجيبه او بعض التكات اللي كده اتكيني عليها في الامتحان اتكلمنا على البرمجة كوحدات اتكلمنا على جهس البي لسي كانواع اتكلمنا عن البوابات المنطقية وازاي نحول البوابات المنطقية اللي رسمة معينة وازاي نحول رسمة البوابات المنطقية واتكلمنا عن انواع البوابات التلاتة وعن اللغات التلاتة اللي اتكلمنا بيها اللي هو لغة السلم اللي هو الليدر واتكلمنا عن لغة الاف بي دي واتكلمنا عن اللغة الكهربية بتاعتنا كنت سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهاردة بجد اتمنى لكم يا رب انتحان موفق ان شاء الله ونحل كده احنا مطمئنين وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في أعلى المراتب العلمية كل عام طيبين وكنت سعيد كده معاكم أشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية كتير بإذن الله شكراً وإلى اللقاء في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دومتم في حفظ الله وأمين